بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا عليك توكلنا وليك أنبنا وليك المصير ربنا لا تدخلوا ابنه بعد إذا ديتنا وبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اليوم إن شاء الله تعلم مع فاصل جديد عن نظم التعليمية وهو نظام التعليم في كوريا الشمالية في كوريا الشمالية وتعرف بكوريا الشعبية الديمقراطية وهي كوريا الشمالية كوريا الشمالية من الدول اللى كانت مستعمرة استعمرها اليابانيون تحرر سنة 1945 كان نظام الاقتصادي نظام اقتاعي اجتماعي اقتاعيين طبقية طبقة غنية وهي القلة وطبقة باقي الشعب من الطبقات الفقيرة يا أستاذة يا أستاذة من الطبقات الفقيرة استطاعوا ينهضوه بشعبهم ودولتهم من خلال نظام اشتراكي ماركسي يعني تعتبر من الدول المنائية او الدول المعادية لامريكيا لانه ذاك نظام رأسمالي وكوريا مع المنظومة الاشتراكية والتي كانت تزعمها من اتحاد السوفيتي اتحاد السوفيتي أصبحت الآن تعد من الدول النامية المتقدمة في النوم على مشارف أن تكون من الدول الغنية أنه عندها نحن نشوف كيف استطاعوا بنظامهم التعليمي أن يوجدوا تنمية بشرية وتنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية أصبحت هذه التنمية واضحة في تاريخ كوريا الشمالية إذن نركز متى سنة ألف وتسعمية وخمسة واربعين أصبح أصبح النظام التعليمي وطنيا لأنه هذه سنة الاستقلال كيف كان التعليم قبل الاستقلال كان التعليم قبل الاستقلال تعليم طبقي وتعليم لفئة واحدة متاح متاح لفئة واحدة وهي الطبقة الغنية طبقة الاقتعيين دائما الثورة الشعبية أو الثورة المسلحة بقودها الأغنية أم الفقراء الفقراء طبقة الفقراء لأنه الفقير لا يملك شيء يخسره أما الغني يخاف على ممتلكاته يخاف على بيته يخاف على أولاده يخاف على مزارعه مصانعه فالأغلب في الثورة هي الطبقة المسحوقة معدومة التي تثور من أجل حياة كريمة لا شيء لديهم يخسرونه نضبطاً لا فقاد هذه الثورة هم طبقة المهمشة الطبقة الفقيرة الطبقة المعدومة هي اسم بالذكية وهم أغلب الشعب عند الاستقلال 1950 هؤلاء الطبقة حرموا من التعليم الثانوي وتيح لهم تعليم تدائي أولي فكان الثوار وضعوا فيه أهدافهم الثورية توعيد وتعليم الشعب علم الشعب فركزوا على التعليم الأولي وهو الابتدائي ركزوا على التعليم قبل الاستقلال فوصل التعليم عند 1945 50% في المرحلة الابتدائية من هم في سن القيد لهذه المرحلة لماذا؟ لماذا؟ هل ترون التعليم عندنا في فلسطين نحن تحت نير الاحتلال إسرائيلي ولكن نسبته عالية لماذا؟ لأن الثورة الفلسطينية تبنت من أهدافها التعليم أبو عمار رحمة الله عليه كان يركز على مسألتين من قيمه الاجتماعية يعلم الناس ويطببهم وهذا شيء يحسب له واحد يريد أن يتعلم معيش رسوم يمضيله أبو عمار نريد أن ندفع رسوم الطلاب يمضيلهم ابني يريد أن يتعلم يمضيله لأنه يعرف أن المتعلم أو المثقف دائما دائما المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر مثقف دائما أول من يقاوم وآخر من ينكسر ودائما المثقف آخر من يقع أو لن يستطيع الاحتلال أن يوقعه في شراكه في عميله عميل أو فريسة للاحتلال يكون نحن نشوف أغلب من يتواطئ مع الاحتلال من هم الأميين جهلة أما المثقف يعرف نهايته أين نظبط فالثوار هذول كانت ثورة كوبية كورية ثورة كورية الثورة هذه الثوار في كوريا الشمالية اشتغلوا على تعليم الناس قبل الاستقلال فأين ما حلوا أو وجدوا أو حرروا أي قطعة من الأرض طوال يعلموا ناسها يعلموا أبنائها لما وصلوا التحرير 1945 كانوا معالمين أكم يا جماعة 50% ولكن أي تعليم تعليم الأول الابتدائي تعليم الأول الابتدائي تعليم الأول الابتدائي استقلت كوريا صاروا يطلعوا يمين يطلعوا شمال ما فيش عندهم كادر تعليمي أو متعلم ما فيش كادر عندهم متعلم يعني يحمل شهادات أكثر من ابتدائية أو متوسطة وهذا أحد معوقات معوقات النهوض بالتعليم كان عندهم في هذه المقدمة العام عن كوريا الشمالية سنبدأ بالشرح إن شاء الله تعالى ونشوف نظام التعليم وراحل التعليم عندهم مراحل التعليم في كوريا الشمالية أول مرحلة من المراحل واحد مرحلة ما قبل المدرسة هل تنقسم إلى قسمين حضانة رياض أطفال اثنين مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي دعني مرحلة الابتدائي دعني أشرح شيئ شيئ اثنين ثلاثة مرحلة التعليم الثانوي أربعة مرحلة التعليم العالي مرحلة التعليم العالي ما فوق الثانوي العالي ما فوق الثانوي وعندنا سنشرح سنبدأ مرحلة ما قبل المدرسة نرى الأعمار وهي تشمل من سفر إلى أربع بداية الأربعة سنوات بداية الأربعة بداية أربعة سنوات رياض الأطفال حتى تبدأ من آخر الأربعة يعني بداية الخمسة إلى بداية الستة يعني هليني أعملها إيش بطريقة تانية من سفر إلى ثلاثة يعني الثلاثة بداية الأربعة من أربعة إلى ستة بداية ستة من متى نسجل الطفل إحنا في المدرسة ستة ستة هاي أول شيء تعليم مرحلة التدائية هأخ أعرف العمر أكمل عمر عندهم من بداية التعليم الابتدائي ها أكم سنة خمس سنوات نعم ستة لحداش خمس سنوات اسمعوا لأقولكم تعليم الثانوي أكم سنة ست سنوات وينقسم قسمين ابتداء ثانوي دنيا ثانوية دنيا هو الأددية سنوية دنيا دنيا وهي المرحلة الإعدادية هي الأددية ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات سنوية سنوية عليا سنة ثان ثلاث سنوات كانت أول سنتين كانت أول إيش كانت الأول أكام كانت أنا في فلسطين أنا أحكي في كوريا يا بنتي تخر بطنيا كانت قبل 1999 سنتين كانت قبل 1999 قانون 1999 سنتين مرحلة التعليم العالي تبدأ بعد الثانوية وتنقسم متوسطة بكالوريوس ماجستير دكتورة نبدأ شيئا فشيئا إن شاء الله أول شيء مرحلة ما قبل المدرسة وهي الحضانة مرحلة الحضانة والرياض وهي مرحلة إلزامية إجبارية مجانية هي مرحلة الحضانة ليست إلزامية الحضانة مجانية الحضانة ليست إلزامية وليست إجبارية أما مرحلة الرياض الأطفال السنة الأخيرة وهي التمهيد مرحلة إلزامية يعني إجبارية إلزامية يعني إجبارية ثم مجانية يعني هذه المرحلة التعليم اهتمت كوريا اهتمت كوريا أريد أعيد الفقرة لكي أجمعها أحسن لهم من بداية ما بديت أقول مرحلة ما قبل المدرسة من حد ما بديت أجيب هذه الفقرة هل قد أبدأ بدنا نبدأ الآن بتفصيل هذا هذه المراحل المراحل أبدأ بتفصيل هذه المراحل أبدأ بتفصيل هذه المراحل أولا مرحلة ما قبل المدرسة وتشمل الحضانة واحد رياض الأطفال أما الحضانة الحكومة الكورية جعلت الحضانة مرحلة مجانية لكل أبناء الشعب الكوري فاهتمت بالطفل منذ الولادة منذ الولادة لأنها تعلم أن بداية تعليم الطفل وتربية تربية سليمة وصحيحة هو أمر يقوي الدولة ويقوي الحزب يقوي المواطن فهي بدأت تخلق جيل صاحب فكرة رؤية انتماء وطني معبأ تعبئة من قبل الدولة ولم تعتمد على تعبئته وتربيته للأم فحسب بل شاركت في هذه التعبئة التعبئة النظامية المبرمجة المخطط لها من قبل الدولة فقالت أحسن شيء نبدأ برعاية الطفل الام التي تحب تجيب ابنها على الروضة سنبدأ برعايته منذ اليوم الأول وهو مجانيا مجانيا ولكن ولكن ليس إلزاميا يعني الام العاملة لها حرية الاختيار الام العاملة تأخذ ابنها وتوديها على الروضة على الحضانة على الحضانة فالحضانة هذه ليست إلزامية ولكنها مجانية إذن من يوم سفر إلى أربع سنة وثانا نهاية الثلاثة هذه تعتبر مرحلة حضانة عندما أجيب من سفر إلى أربعة هذا في الكتاب عندكم أكتب عليها يعني بداية الأربعة وهي حضانة لدينا الحضانة من أين تبدأ من سفر إلى ثلاثة من سفر إلى ثلاثة طيب بضل أربعة وخمسة طلع كيف بداية ستة هذه تسمى رياض أطفال لدينا طيب الحضانة لدينا مجانية ليست مجانية بمقابل من يقوم على إنشاء الحضانات في فلسطين من المسؤول عن الحضانة في فلسطين من المسؤول طيب أي تعليم أو أي مؤسسة في إلهجها بأخذ منها الترخيص تمنحني الترخيص السماح لإقامة هذه المؤسسة من المسؤول عن رياض الأطفال لدينا في فلسطين التربية أو التعليم طيب الحضانة إحنا عرفنا الحضانة من مراحل التعليم في كوريا هل الحضانة في فلسطين من مراحل التعليم لا تبدأ مرحل التعليم أول مرحلة في التعليم في فلسطين من رياض الأطفال في فلسطين هنا في كوريا أول مرحلة الحضانة ثاني مرحلة الرياض فهمنا إيش هاي الفرق إذن طيب من مسؤول عن الحضانة في كوريا وزارة التربية والتعليم زائد شؤون اجتماعية من المسؤول عن الرياض في فلسطين فبالحضانة شؤون اجتماعية وصحة وهانا برضو الصحة إذن شؤون اجتماعية أنا باخد ترخيص لما بدأ عمل حضانة من مين شؤون اجتماعية لما بدأ عمل حضانة بروح على التعليم لو رحت على العلم يقول روح على شؤون اجتماعية لكن هنا في كوريا الحضانة جزء من النظام التعليمي هل الحضانة عندنا جزء من النظام التعليمي لا طيب عندنا الرياض جزء من النظام التعليمي هل الرياض في حاجتين يريد تتفهم محاجة في النظمة التعليمية في النظام التعليمي في جهة بترعاه إشرافا وإدارة إشرافا وإدارة جهة بترعاه نحن الآن مرحلة الابتدائية من يشرف عليها وزارة التربية والتعليم ومن يديرها وزارة التربية والتعليم في مؤسسات عامة حكومية وعند مؤسسات خاصة تعليم عنا خاص وكالة حكومة مضبوط مضبوط مدرس الوكالة من تشرف عليها الوكالة مضبوط أو لا وكالة الغوث طيب من يشرف عن مدرس الحكومة وزارة التربية والتعليم مدرس الخاصة الأشخاص اللي يقيموا هذه المؤسسة لكن هذه الإدارة إشراف وإدارة لكن من يموّلها الحكومة الحكومة والوكالة الوكالة والخاصة الخاصة الجهة اللي يتوظف هي اللي يتموّل هي اللي يتدير الجهة اللي يتوظف هي اللي يتموّل هي اللي يتدير تعلموا اللي يقول لكم يا الجهة اللي يتوظف هي اللي يتموّل هي اللي يتدير مدرس الحكومة من يوظف الوكالة من يوظف والخاص من يوظف لكن التعليم كله في فلسطين تحت إشراف وزارة التربية والتعليم سواء كان خاص أو حكومي أو وكالة هذا التقسيم البديت في فلسطين موجود في كوريا في كوريا كوريا هي الماسكة التعليم ممنوع التعليم الخاص عندها لا يوجد اسم خاص ولا اسم وكالة هي تبنت تفتح مؤسسات تعليمية تشرف عليها إشرافا وتديرها إدارة عندنا الرياض هنا في فلسطين إشرافا وليس إدارة ياش يعني ليس إدارة صبايا يعني مش هي بتوظف الموظفين ولا هي بتمولهم هي بتشرف على التعليم بس بتراقب التعليم بس بتحط شروط أي واحدة منكم لو أرادت أن تعمل في الرياض الأطفال الرياض عندنا نوعين نوع منه مرخص ونوع غير مرخص مرخص يعني أشرفت عليه الوزارة فمنحته رخصة أي معلمة منكم علمت في هذه الروضة من حقها تأخذ شهادة خبرة أو شهادة إنها علمت شهادة خبرة هذه شهادة الخبرة بتصدقها من من الوزارة أما الروضة الرياض التي لم تمنح رخصة لا تصدق على المعلمة اللي علمت فيها بتأخذ شهادة خبرة سفهمنا إيش؟ ليش؟ ما أشرفتش عليها الوزارة إذن فيه إشراف في إدارة التعليم في كوريا كله تحت إدارة الدولة وتحت إشراف الدولة يعني تشرف وتديره الدولة من سن الحضانة من سن الحضانة الحضانة إحنا في فلسطين سؤال امتحان تشرف وزارة التربية والتعليم على الحضانة في فلسطين على الرياض فقط أما تشرف وزارة التربية والتعليم الكورية تشرف وتدير الأول تشرف صح في فلسطين ولكن لا تديره تشرف وزارة التربية والتعليم على الحضانة في فلسطين لا لا تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف عليه لكن في كوريا تشرف عليه صح وتديره فهمنا وين الفرق؟ طيب إذن الحضانة هي متاحة لكل أبناء الشعب الكوري للعاملات وغير العمليات أن ترسل أبناءهم إلى الحضانة. لماذا تستفيد الدولة من هذا؟ تستفيد الدولة من إنشاء دور الحضانة انتماء الطفل للمؤسسة. فبتنشئهم تنشئة وطنية تنشئهم تنشئة وطنية وبتنشئهم على حب الجماعة الانتماء حب الجماعة فمنذ اليوم الأول من عمره مسموح له أن يذهب إلى مؤسسات التعليمية المنسميها الحضانة. ننتقل إلى رياض الأطفال. رياض الأطفال بردو سنتين سنة تمهيدية هذه واحدة وبستان هذا عندنا بستان وتمهيدي التمهيدي هو ما السنة التي تسبق المدرسة. هذا ما سنسميه تمهيدي أما البستان التسبق التمهيدي يعني من أربعة إلى خمسة ما يعتبر هذا بستان ومن خمسة إلى ستة تمهيدي. أنتم تعرفوا البستان بستان واحد بستان اثنين طيب بستان واحد بستان اثنين طيب واحد يبدأ من ثلاثة إلى أربعة من ثلاثة. بستان اثنين أربعة إلى خمسة تمهيدي خمسة إلى ستة. هذه المرحلة موجودة في كوريا يعلموا فيها الطفل التمييز بين الخير والشر بين الجميل والقبيح بين الخطأ والصواب. يعلموا كيف يمسك القلم ونسميه التعلم باللعب في المرحلة بستان واحد. ونسميه بستان زيرو أحياناً سفر. بعدين البستان له أكثر من اسم بستان زيرو سفر بعدين البستان بستان زيرو ايش يعادل هنا بستان واحد بستان بستان لحالها بستان اثنين. طيب إذن البستان منعلموا كيف يمسك القلم ننقله من أول إلى ثاني من علمه. لا هدف التمهيدي بياخد صف الأول تماماً. هنا من علمه كيف. إنتوا بشوفوا إيش منعلمهم. القلم الخطوط. من علمه النشيد. الانتماء. من علمه الدين. القرآن. من علمه الغناء. الانتماء. طلع كيف. إذن يتعلم بعدها كيف يمسك القلم. يتعلم أساسيات اللغة. اللغة الكورية. العداد الأرقام الحروف. أما التمهيدي هي تساوي الصف الأول. تماماً كالصف الأول وهي مرحلة في كوريا تحسب من السلم التعليمي. فهي كل المرحلة السابقة. حتى التمهيدي. هذه مرحلة التمهيدي في كوريا. إلزامية. ومجانية. إذن التمهيدي إيش في كوريا؟ يعني الروضة ممنوع يسجل في الصف الأول في المرحلة الابتدائية. إلا إذا أبرز ما يدل على أنه أنهى المرحلة التمهيدية. إذن هل هذا إحنا عندنا موجود؟ لا مش موجود. كان عندنا في قانون. مشروع قانون. مشروع قانون لم يصادق أو لم يصادق عليه. ولم يوقعه الرئيس. راحت حكومة حماس. صادقت عليه في المجلس التجريعي. ونفذته أجد. حكومة الوحدة. تعيد حمض الله. أوقف كل ما يخالف رم الله. كل ما يخالف رم الله. فإذن إحنا عندنا مشروع قانون. ونفذته حماس أن الرياض شرط لدخول المرحلة المدرسية. فهي أن تكون إشرافا في التعليم والتعليم. الآن. الآن في كوريا. تعتبر المرحلة التعليمية التمهيدية. في الرياض إلزامية. على كل الناس. كل الأطفال. إلزامية. هل عندنا هذه إلزامية؟ أنا أعمل مقارنة. ليس إلزامية. حسنا. عندنا مرحلة الابتدائية. أكم سنة؟ ست سنوات. أصبحت. الابتدائية خمس سنوات. كانت أول. كانت عندهم ستة. قالوا خففوا على الطلاب. فأصبحت خمس سنوات. طب وين راحت الخامسة؟ قالوا التمهيدة. التمهيدة. فاعتبروا التمهيدة سنة من السلم التعليمي. فالسلم التعليمي أكم سنة عندهم؟ 11 سنة. سلم التعليمي عندهم 11 سنة. خمسة. ابتدائي. ثلاثة ثنوي دنيا. ثلاثة ثنوي علياء. كم سنة؟ وهذه أسئلة امتحان. لو جبت سؤال امتحان. أنا لو جبت سؤال امتحان. المرحلة الابتدائية في كوريا. ست سنوات. ها؟ صح ولا غلط؟ فبكل الدنيا ست سنوات. أو أغلب الناس. لكن في أنظمة متفاوتة. في أنظمة متفاوتة. في ناس عندهم أربعة الابتدائية. التعام 12 سنة يا صبايا. تعليم العام وين ما يكون 12 سنة؟ كيف تقسم 12 سنة؟ أنت حرة أربعة في ستة اثنين. في أربعة خمسة ثلاثة. في ستة ثلاثة ثلاثة. أربعة خمسة تسعة وتلاتة اطنعش. أربعة ستة اثنين اطنعش. ستة ثلاثة ثلاثة اطنعش. لدينا في فلسطين احنا عشرة اثنين. اطنعش. إذن لدينا في فلسطين عشرة اثنين. كيف العشرة اثنين؟ المرحلة الأساسية. في كوريا كيف؟ خمسة. ثلاثة. زائد يعني ثلاثة زائد ثلاثة. طب أكم هذا صاره؟ طب وين الاثنعش؟ التمهيدي. التمهيدي. إذن. تقسيم هذا موجود في كوريا. موجود في كوريا. كان قبل خمسة. أربعة اثنين. أربعة اثنين. خمسة. قبل ألف وتسعمائية. خمسة. أربعة اثنين. أه؟ أه؟ إذن أنا بدي أعرف هذا النظام. وأمشي عليه. طيب. مرحلة التعليم الابتدائي. خمس سنوات. مجاني. إلزامي. ومجاني. كان قبل الثورة. خمسين في المية من التحقين فيه. بعد أربع سنوات. تمانية وتسعين في المية من التحقين فيه. أربع سنوات من الاستقلال. هذا جهد جبار. بذلته للحكومة. والثورة. في تعليم ومحو الأمية عندهم. خلال أربع سنوات تصير تمانية وتسعين في المية. كيف هذا الجهد الجبار استغلوه؟ استغلوا الجهد الجبار هذا. بجعل الثوار. ومن ينتمي إلى الحزب يقوم بتعليم الناس. تعليم الناس. من خلال لجان شعبية في الأحياء في المصانع في المدارس. في الشوارع في الريف في العاصمة. كل الدنيا قامت وعمل الثورة للتعليم. الثورة للتعليم أصبح عندنا سندرسه في محو الأمية. في محو الأمية وتعليم الكبار. الفاتوا التعليم في سن التعليم يروح المدارس. والفاتوا التعليم مدارس مسائية لهم. حتى يسجلوا. الأمر الذي يجعله قبل التعليم قبل استقلال 50% وفي الاستقلال. صار 98% أن الدولة فتحت مدارس. والمدارس أصبحت مجانا فيها مؤمن المواصلات. مؤمن فيها الكتب. الطلاب يتجمعوا في منطقة يأخذهم إلى المدرسة. فبعض يأخذوا الطلاب. فالأهالي أصبح المدرسة غير مقلفة لديهم. بل المدرسة ممكن تشبع رغباتهم وتشبع حاجاتهم. فأصبحت المدرسة. أنتم تعرفوا في جامعات بتاعة الزي. في مدارس الوجبة عليها. مجون عندنا هنعمل الوجبة. ها؟ في مدارس بتاعة الزي. يعني الجامعة في بعض الدول. الجامعة خلاص بسجل في الجامعة. هنبيعطوك شنطة حقيبة مزبوط. لكن مقابل بمقابل غاد بيعطيك بدلة. بيعطيك بدلة تلبس. أنا شفت بعض الدول كل أبناء هبزي بدلة. بدلة آه يلبس بدلة. ينم على أن يكون قائدا كادرا. عشان انت بدأك تبقى بكرة. كادر قائد في الدولة. شوفوا كيف. هذا النظام الاشتراكي عمل هيك. ما هو بده يكسيه. لا يكسيه في الجامعة أحسن ما يكسيه في البيت. بده يطعميه. بده يطعميه في الجامعة أحسن ما يطعميه في البيت. ها؟ بتعلم. آه يا أستاذة. فالتعليم الابتدائي. يالله ناخد أرقام ونشوف القوانين. ها؟ ها؟ هو عشان أنا بحب العوم. عشان أعلمكم السباحة. ها؟ عشان أعلمكم السباحة في العلم. ها؟ بس أنا بدأ أقول لي خذي بالي كان في صخرة. ها؟ تذكريها وهان في دوامة بتعدي عنها. ها؟ فأنا بدأ تعلمي أين المهم الآن. طيب. في عام ألف وتسعمية. تسعة وأربعين. بعد تحرير أربع سنوات. كانت نسبة. ثمانية وتسعين الأطفال في سن التعليم لتحقوا بالمدارس. حطت عليها دائرة. أكم النسبة كانت قبل التحرير. خمسين في المية. حطت عليها دائرة يا أستاذة. في ستة وخمسين. يعني بعد الاستقلال. أصبح التعليم الإبتدائي مجاني. في الخمسين طلعوا القانون ونفذ في الستة وخمسين. بعدها مجاني خمس سنوات. بعدها. بعد ستة وخمسين. ثمانية وخمسين. صار بدل ما يبقى خمس سنوات. صار سبع سنوات. طلع كيف؟ بعدين أدخلوا التعليم التقني في التعليم. خليني أكمل يا أستاذة. أدخلوا طوروا حالهم. فقالوا بدناش تعليم نظري. بدنا ندخل التعليم الفني والتقني في التعليم. فأصبح التعليم شاملا. من أين من أي مرحلة؟ من أواخر. من أواخر الإبتدائية. أوائل الثانوية. إيش الثانوية الدنيا؟ أدخلوا فيها التعليم التقني هان. والفني. عشان. بعيد عن النظر. عيدنا سنشوف. سبعين في المية. من خرجين الجامعات. تعليم. تقني. علمي تقني. سبعين في المية. إحنا لما درسنا مرتانية. قديش نسبة البلد تحقق. في كلية العلوم التقنية. عشرة في المية. عشرة في المية. أنا سأجد سبعين في المية. من أبناء كوريا الخرجين. تخصصاتهم إيش. تقنية ليش. لأنه بدوا يدخلوا التقني. منذ المرحلة إيش. الثانوية. الثانوية الدنيا. أي سنة. يعني ست سنوات. اثنى عشر سنة. يعني الطفل عمره اثنى عشر سنة. وكتيش تخخلوا في مرتانيا. التعليم التقني. الكمبيوتر متى؟ في تالت عدالي. يعني كان عمره خمس. طعش سنة. والفرق كبير بين المادة التعليمية في كوريا والمادة التعليمية في مرتانيا. كوريا خرج الطلاب ينمو ببلادهم ونموها ووصلت مشارف التقدم الآن كوريا. غاد ظلهم متخلفين. لأنه طبيعة التعليم التقني إيش هو؟ إيش هو طبيعة التعليم التقني؟ يعني اهتموا في التعليم التقني يعني كأنه من سادس. كأنه من سادس في مدرسنا. لأنه أول الدنيا من أي سنة أكم بيبقى عمره هنا. طفل أكم عمره هنا لما يخلص. لما يخلص المرحلة الابتدائية. ستة وخمسة احد عشر سنة. احد عشر سنة. بيكسب من عمره سنة. اGB وعندهم الماكستير الماكستير برضوje cashier خمس سنوات. البكالوريوس والماجستير خمس سنوات. عنا! حما بكالوريوس والماجستير سبع سنوات. مانا أكدته بسنتينналиmana. مانا لن أكدته بسنتين مستحيل الطالب عنا يخلص بسنتين. لأنه عنده ثلاث فصول تمهيدي ثلاثين ساعة تمهيدي ثلاث فصول لو بده يأخذ في الفصل الأول لاثناشر ساعة والتانية لاثناشر ساعة يجب أن يأخذ ثالث إجباري إذن يختصروا من عمر الطالب عشان يعطي وهذا مفهوم تنموي تنموي استغل العمر استغلال العمر إذن القانون ألف وتسعمية وأكام قلت لكم وستة وخمسين بدأ يتنفذ بعدها حطوا قانون جديد ثمانية وخمسين صار سبع سنوات ودخال التعليم التقني طيب في الخمسة وسبعين أصبحت مدة الإجبار في اثنين وسبعين إحدى عشر سنة إحدى عشر سنة يعني مرحلة التعليم الثانوي سوى سنة كله كله مجاني وإجباري يعني لو شافوا طالب طفل بدء بيشتغل في أي حرفة وتارك المدرسة يعاقبه القانون وبعاقب بتاع العمل يعني ما فيش طفل عملة الأطفال يروحوا يشتغلوا في المزارع زي ما كان قبل الثورة ولا عملة الأطفال يروحوا يشتغلوا في المصانع انتغاد يا أستاذة لا ممنوح هذا الكلام لازم الطفل يكمل دراسته كحد أدنى أو يدخل تعليم فني طلع كيف هذا أكمل كان الإلزام 11 سنة 11 سنة كيف بدأ قسمها عشرة واحد روضة وعشرة من إيش التعليم العام عملوا للأطفال والمدارس المرحلة الابتدائية والثانوية التينتين مع بعض هدولة عملوا مكتبات عملوا قاعات عملوا منتزهات للأطفال كذلك عشان يتعلموا مواصلات مجانية كتب مجانية وشبه مجانية كل هذا موجود عندهم حتى ينهضوا بالتعليم أنفقوا على هذا المشاريع من ميزانية الدولة حوالي 23.2 يعني 23.2 من 10 من ميزانية الدولة كانت تنفق على إيش الصبايا على التعليم هذا يعني يعتبر شيء كبير جدا في 1960 أنفقوا 25% من ميزانية من الميزانية أنفقوا 25% من الميزانية وحطوا عليه خط دائرة بهذا القدر أنا بنتهي وبقف إن شاء الله تعالى بقف على التعليم العالي المرة الجاية شكرا لكم بارك الله فيكم هتكلم على الامتحان